وَاَقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُ علامات الساعة الكبرى فكتائب من أهل الحجاز الذين يجاهدون في سبيل الله لا تأخذهم في الله لومة لائز حتى يفتح الله عز وجل عليهم قصة طينية ورومية بالتسبيح والتكبير الملاح وهنا يصيح الشيطان فيهم صيحة ليوقف هذه المسيرة ويقول إن الدجال قد خلفكم في ذراريكم ولكن المقصود أنها كانت قدعة وكذبة من الشيطان ليوقف مسيرة هذا الجيش فيقوم المهدي بإرسال عشرة يتأكد من خروج المسيح الدجال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعرف أسماءهم وأسماء آبائهم وألوان خيولهم هم خير فوارس على ظهر الأرض يومئين صحيح مسلم العلامة الكبرى الأولى المسيح الدجال المسيح الدجال إنه أول العلامات الكبرى ليوم القيامة إنه المسيح الدجال لقد عرفنا في الحلقة الماضية رموز الشرك التي تمهد لظهور أكبر فتنة منذ خلق هذا الكون بعد فتح روما يصيح الشيطان في المسلمين إن المسيح الدجال قد خلفكم في أهليكم لكنها كانت كذبة من الشيطان لما رأى ما وصل إليه المسلمون من فتوحات وفتح القسطنطنية ورما ونشر دين الله فيرجع المسلمون إلى أسوارهم وقلاعهم فزعين مما سمعوه ويرسل المهدي المنتظر عشرة فرسان ليتأكدوا من هذه الإشاعة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أعرف أسماءهم وأسماء آبائهم وألوان خيولهم هم خير فوارس على ظهر الأرض يومئذ صحيح مسلم فينطلق الفرسان للتأكد من حقيقة أمر الدجال ويجوبون البلدان دون إيجاد شيء فيما يخص الدجال فيعودون إلى قلاعهم بالشام يبشرون المسلمين والمهدية عن عدم وجود الدجال لكن مباشرة لدى عودة العشرة فرسان إلى القلاع يظهر ما كانوا يخشونه فيظهر المسيح الدجال أحداث خروج الدجال حديث النبي عما حدث لتميم الداري عن فاطمة بنت قيس الفهرية قالت سمعت نداء المنادي منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي الصلاة الجامعة فخرشت إلى المسجد فصليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنت في صف النساء التي تلي ظهور القوم فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة جلس على المنبر وهو يضحك فقال ليلزم كل إنسان مصلى ثم قال أتدرون لما جمعتكم قالوا الله ورسله أعلم قال إني والله ما جمعتكم لرغبة ولا لرهبة ولكن جمعتكم لأن تميم الداري كان رجلا نصرانيا فجاء فبايع وأسلم وحدثني حديثا وافق الذي كنت أحدثكم عن مسيح الدجال حدثني أنه ركب في سفينة بحرية مع ثلاثين رجلا من لخم وجذام فلعب بهم الموج شهرا في البحر ثم أرفأوا إلى جزيرة في البحر حتى مغرب الشمس فجلسوا في أقرب السفينة فدخلوا الجزيرة فلقيتهم دابة أهلب كثير الشعر لا يدرون ما قبله من دبره من كثرة الشعر فقالوا ويلك ما أنت فقالت أنا الجساسة فقالوا وما الجساسة قالت أيها القوم انطلقوا إلى هذا الرجل في الدير فإنه إلى خبركم بالأشواق قال لما سمت لنا رجلا فرقنا منها أن تكون شيطانا قال فانطلقنا سراعا حتى دخلنا الدير فإذا فيه أعظم إنسان رأيناه قط خلقا وأشده وثاقا مجموعة يداه إلى عنقه ما بين ركبتيه إلى كعبيه بالحديد قلنا ويلك ما أنت قال قد قدرتم على خبري فأخبروني ما أنتم قالوا نحن أناس من العرب ركبنا في سفينة بحرية فصادفنا البحر حين اقتلم فلعب بنا الموج شهرا ثم أرفعنا إلى جزيرة كهابة فجلسنا في أقربها فدخلنا الجزيرة فلقيتنا ذابة أهلب كثير الشعر لا يدرى ما قبله من دبره من كثرة الشعر فقلنا ويلك ما أنت فقالت أنا الجساسة قلنا وما الجساسة قالت يعمدوا إلى هذا الرجل في الدير فإنه إلى خبركم بالأشواق فأقبلنا إليك سراعة وفزعنا منها ولم نأمن أن تكون شيطانا قال أخبروني عن نخل بيسان قلنا عن أي شأنها تستخبر قال أسألكم عن نخلها هل يثمر قلنا له نعم قال أما إنه يوشك أن لا تثمر قال أخبروني عن بحيرة طبرية قلنا عن أي شأنها تستخبر قال هل فيها ماء قالوا هي كثيرة الماء قال إن ماءها يوشك أن يذهب لذلك For centuries the Sea of Galilee has inspired believers the world over the waters the Bible tells us Jesus walked on the shores where he performed his miracles a place of beauty religion and legend but today on the brink of disaster the water should be above our heads in fact وما يجب أن تكون الإنسان محولا لتناولد من جسدًا لتناولد على جسدًا يجب أن نقطع في التغيين تحضير البداية المستمع المرأسية لتقدم قد تنظر بسيطة الهولة لكي تحركتها فينة عام كيفية التنظر بلوم مستنفيدة ويجب أن تقرأ بيسي سيئًا يجب أن تطلق في التغيين بسيطات المجلسية قال أخبروني عن نبي الأميين ما فعل قالوا قد خرج من مكة ونزل يثرب قال أقاتله العرب قلنا نعم قال كيف صنع بهم فأخبرناه أنه قد ظهر على من يليه من العرب وأطاعوه قال لهم قد كان ذلك قلنا نعم قال أما إن ذلك خير لهم أن يطيعوه وإني مخبركم عني إني أنا المسيح وإني أوشك أن يؤذن لي في الخروج فأخرج فأسير في الأرض فلا أدع قرية إلا هبطها في أربعين ليلة غير مكة وطيبة فهما محرمتان علي كلتاهما صحيح مسلم والمسيح الدجال من بني البشر يدعي أنه الله فيؤمن الناس به لما يروا ما عنده من فتن وفتنة الدجال أعظم الفتن منذ خلق الله آدم إلى قيام الساعة وذلك بسبب ما يخلق الله معه من الخوارق العظيمة التي تبهر العقول وتحير الألباب ويعتقد النصارى أنه عيسى بن مريم ويتبعه أول ما يخرج سبعون ألف يهودي من يهود أصفهان ويقطع الأرض بسرعة عظيمة كسرعة الغيث استدبرته الريح فيفزع كل الناس من هذه الفتنة فيفرون منه ويختبئون خشية مقابلته لكنه لا يدع مكانا على الأرض إلا وطعه إلا مكة ولا مكة